السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل متابعي الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا إذن إخواني أخوتي في هذا الفيديو سنتكلم عن حقيقة انقلاب سعودية على المغرب كذلك سنتكلم عن الصحراء الشرقية فاتح ميل في الصحراء الشرقية يدفع رئيس الجمهورية الجزائري لإجراء ترتيبات عاجلة فابقوا معي الإخوان موضوع شيق جدا فرجائي منكم أنكم تدعموا هذه القناة بالضغط على الزر إعجاب بكذلك دعمونا بالبرتج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا فعلى بركة الله نبدأ وصول بالموضوع فالنقاش المؤرخ الفرنسي بيرناند لوغان بخصوص مسألة الحدود الجزائرية المغربية حالة من الهستيريا حالة من العالة في الجزائر وصلت إلى حتى السب والاتهامات من بعد ما عجز النظام الإسكاري الدكتاتوري عن الرد ولو بدليل واحد على هذا الشي اللي نشر المؤرخ الفرنسي بيرناند لوغان المؤرخ الفرنسي نشر معطيات وحجج تاريخية كتأكد مغربية الصحراء الشرقية فالمؤرخ الفرنسي أرجعوا وفتح النقاش وفتح خمسة دي الأسئلة على الجزائريين وقال لهم رسمت فرنسا حدود الجزائر أم لا واش من أجل توسيع أراضيها الجزائرية واش قطعت فرنسا مناطق مغربية تاريخية وضمتها للجزائر الفرنسية وغاد يضيف ويقول واش قبل منح الاستقلال للجزائر واش قطرح الجنيرال لوغان على المغرب التفاوض بشأن مسألة الحدود الجزائرية المغربية واش الجزائر تقدر تنفي أن الملك محمد الخامس رحمه الله قال أن كل المفاوضات كلها مع الحكومة الفرنسية بشأن حقوق المغرب غدت تعتبر تعناف الظهر لأصدقائنا وأشقائنا الجزائريين وقال أنا أفضل انتظار استقلال الجزائر لطرح مع إخوان الجزائريين للخلاف يعني خلاف دي الحدود كذلك المؤرخ الفرنسي ترح سؤال يعني سؤال آخر واش في 6 يوليوز 1961 واش وقع المغرب والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية على اتفاقية لك تقول أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كتعترف من جهتها أن المشكلة الترابية اللي كترحها ترصيم الحدود واللي فرضتها فرنسا تعسفيا بين البلدين غد يتلقى لها حلف المفاوضات بين الحكومة المملكة المغربية الشريفة وحكومة الجزائر ولهذا قررت الحكومة تانية الجزائرية والمغربية إنشاء لجنة جزائرية مغربية ستجتمع في أقرب وقت ممكن للدراسة حل هذا المشكل بيروح من الأخوة والوحدة المغاربية فهذه كلها حجاج وبراهن ودلائل كتسبة مغربية الصحراء الشرقية والمغرب بحسن نية فضل أن يقوم بترتيبات مع الجزائر بدل فرنسا لاسترجاع أراضي اللي يتم فيها بعد ذلك خلق مشكل جديد ومحاولة السطو على الصحراء المغربية والوصول إلى الأطلسي فاليوم إخواني أخوتي النظام العسكري الجزائري كيعيش حالة من الخوف حالة من الارتباك حالة من الهالع خصوصا بعد مطالبة المغرب من فرنسا الخروج من منطقة الراحة والاعتراف بمغربية الصحراء للتذكير أن وزيرة الخارجية الفرنسية من اللي زارة المغرب كاترينا كولونا من اللي اتلاقت مع السيد ناصر بوريتا وفوتتش الفرصة للتذكير بالموقف الفرنسي بخصوص المخطص دي الحكم الداتي تحت السيادة المغربية قالت بالموقف فرنسا كيدعم المغرب وأكدت أن فرنسا أظهرت ذلك في الأمم المتحدة فعلا هذا الشي صحيح ولكن المملكة المغربية الشريفة لا يكفيها هذا لسيما مع الموقف الأكثر تقدما لدول أخرى على اعتبار أن الموقف الفرنسي لا يرمي للمستوى اللي كي يجمع بين البلدين فالضغط المغربية على فرنسا تفع نظام العسكري الجزائري لإعادة ترتيبات الأوراق ديالهم وتأمين الزيارة ديالعبد المجيد المرتقبة لفرنسا خوفا من أنهم تلغلهم هات الزيارة كجهة الزيارة المقررة إجراؤها إلى باريس في ميل مقبل والمعلن عنها يعني خلال أشهر عديدة أكدت تقارير إعلامي أن الرئيس تفق أو الرئيسان تفق على تعزيز دوائر الاتصال بين إدارتين الدولتين حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات وهذا الشي كأكد بالفرنسيين إن زعجوا من آداء الإعلام الجزائري تجاه القضية خاصة الوكالة الرسمية الجزائرية اللي مشت إلى أبعد الحدود في توجيه الاتهام لفرنسا يعني اتهام مباشر للمؤسسات السيادية الفرنسية ورغم التزام فرنسا بالهودو يعني في ذلك الوقتات تجاه الحادثة الجزائر صعدات من لهجة ديالها واللي تعرف ببرقية وكالة الأنباء الرسمية لوجهة اتهام مباشر لمصالح الأم الخارجية والجهة الدبلوماسية الفرنسية في افتعال أزمات وكانوا كيتوعدوا فرنسا برد قوي ولكن كانت تفاجئوا أنه وقعت واحد المفاجأة ورجع السافر إلى فرنسا وما استقبلوا واحد شكول اللي استقبلوا استقبلوا الكاتب العام للخارجية الفرنسية كأي موظف عادي والإضافة أن الجزائر تنزلت على طلب ديالها للفرنسا هو الاعتضار العلني فالحقيقة هو أن السبب الرئيسي اللي خلى فرنسا أو اللي خلى الجزائر تنازل بهذا الشكل هو المغرب باش فرنسا ما تردش العلاقات ديالها مع المغرب باش فرنسا ما تعترفش بمغربية الصحراء لكن من جهة أخرى الجزائر بغيت تهديئة مع باريس في ظل تحديات الخارجية اللي كتوجهها بالإضافة كتحول جزائر بعد هذه الزيارة المنتظرة دي العبد المجيد لباريس لتقوية علاقتها مع باريس لأن الشهر المقبل سيكون فاصل زمني مهم عند ديبلوماسيا الجزائرية بحكم أن الأجندة دي العبد المجيد الرئيس الجمهورية الجزائرية قد ضمن باريس وموسكو بما تحمله هذه الزيارات منتناقضات وتحديات إقليمية ودولية فبالرجوع للمملكة المغربية الشريفة وحقيقة انقلاب السعودية على المغرب فهذه أسابيع ومواقع تواصل الاجتماعي كيتكلموا واش بالفعل السعودية انقلبت على المغرب أو غادي جنهار ونشوفوا المملكة المغربية الشريفة رجعت لعلاقتها مع إيران فالسؤال اللي كيتطرح واش سعودية نسات التهديدات أو التهديد الإيراني لموجهة ضد المملكة المغربية الشريفة وفي هذه الأيام غادي تخرج أخبار كذلك تقول أن المملكة الأردنية الهاشمية قامت بواحد الخطوة جديدة من أجل تقارب الأردن مع إيران وقالوا ره ربما غادي تكون علاقات ممكنة في تطبيع مع ضرورة ديبلوماسية اللي هي في حاجة إلى توازن مع حليفهم الأمريكي أيضا الإمارات واللي قبلات بتعيين سافر إيراني لديها وهذا الشي موقعش هادي أو منذ تمانية أعوان قد سافر اللي غادي يلتحق بالعمل دياله في بضعة أيام قليلة ومع هاد الأحداث كانت تأكدوا باللي شي طبخها هادي كتلعب الشرق الأوسط فالدول الشرق الأوسط هما كيحاولوا يخرجوا رسهم من وضعية المحاصر اللي كيعيشوها ما بين الضغط الغربي والضغط الإيراني إيران اللي كتهددهم في أمنهم وسالمتهم القومي فاللجوء ديلهم للصلح مع إيران وإعادة العلاقات مع إيران فهو شيء مبرر ولكن السؤال مطروح على الأشيقاء واش غادي تراهنوا على إيران واش غادي تأمنوا الإيران اللي هي على مر التاريخ كانت رمز للغضر صفوين غضروا بأهل البيت فما بالكم بإيران اليوم فصراحة ما كينش تيقى في إيران وأما بنسبة العلاقات الإيرانية المغربية واش المغرب غادي يمشي بنفس خطأ السعودية وباقي دول الشرق الأوسط واش سعودية ممكن يكون عندها واحد ليد في تحسين العلاقات الإيرانية المغربية فالجواب ممكن ولكن بشروط مغربية لأن في العلاقات الدولية ما كينش صداقة دائمة وكما ما كينش عدوة دائمة بل هناك تبادل المصالح إيران تعهدت للسعودية بأنها غادي توقف من سلح الجماعات الإرهابية في الدول العربية واللي من بينهم المغرب لكن رغم ذلك ما زال كنسمعوا أن إيران كتسلح البوليزاريو الإرهابية لحد الساحة وكتحاول تطوق المغرب إفريقيا شفناها دخلات في شراكات مع الجزائر ومع فرنسا وحتى مع موريطانيا لزعزعات الاستقرار في شمال إفريقيا فخلاصة القول المغرب لا يبتز ما كينش ليقدر يحط المغرب أمام الأمر الواقع ولو تكون حتى السعودية وأكبر دليل هو الأزمة الأخيرة اللي كانت يعني الأزمة الخليجية اللي توقف من خلالها خطر المغرب هو الواحد والأوحد اللي يقدر يكسر الحصار على الرغم من امتعاد الأشيقاء في السعودية والإمارات فهذا هو الخبر ديالنا دياليوم تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم وبركاته